يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقائدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الظلم وأنه كان يعمل على رفع الظلم صلى الله عليه وسلم وكان يحذر من الظلم بل إنه لم يرضى حتى بظلم الحيوانات والبهائم ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل بستانا حائطا فيرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم جملا يقترب إليه بعيرا ويبكي هذا الجمل من تعذيب صاحبه وظلمه له فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير فيأتي مالكه فيقول له أما تتقي الله في البهيمة التي ملككها الله إنه شكى لي أنك تجيعه وتدئبه هذا إذا كان في الحيوان فكيف في الإنسان يا إخواني ديننا وشرعنا ينهى عن الظلم بل إنه دين العدل ونحن في ثورتنا ما قمنا إلا ضد الظلم الذي مرسته هذه العصابة الأسدية المجرمة على شعبنا فإذا أردنا حقيقة أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نتحلى بالعدل مع الناس بالعدل مع أهلنا مع جيراننا مع إخواننا مع كل الناس حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى أما إن ظلمنا بعضنا البعض كيف ننتظر النصر من الله سبحانه وتعالى وهو الذي نهان عن الظلم وهو الذي حذرنا من الظلم الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم يجر عاقبة الندم على صاحبه كم وكم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتحرير مناطق واسعة من بلادنا في هذه البلاد الحبيبة وكان امتحاناً حقيقياً لنا كيف يمكن أن نحكم في هذه البلاد وأن نتعامل في هذه البلاد المحررة رأينا نطاقاً جيداً من العدل ومن الإحسان بين الناس غير أنه في المقابل للأسف هناك مظالم لم تتوقف وهناك مظالم استمرت ينبغي علينا جميعاً أن نتعاون على رفعها تماماً عن الشحب حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى فإلى القائد الذي يظلم عناصره وإلى المقاتل الذي البعض منهم يظلمون المدنيين مغتراً بسلاحه وبجهاده جهادك لنفسك لا تظلم الناس وإلى المدين يظلم دائنه فيماطي الفدين الأب يظلم بنته يحرمها من الميراث كثيرة هي وجوه الظلم حتى في بعض المحاكم والقضايا هناك وجوه ينبغي من الظلم أن تزال هذا خطاب ونداء لنا جميعاً إذا أردنا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى علينا أن نتحلى بالعدل وأن نبتعد عن الظلم كي لا يزداد علينا أذى الظالمين ويستمر لأن دعوة المظلوم يستجيبها ربنا سبحانه وتعالى وينصرها يقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فإذا كانت هذه الدعوة تطال المجاهدين والثوار وتطال الناس في المناطق المحررة فكيف يمكن لنا أن ننتظر النصر لا نصر ولا تمكين إلا بالعودة إلى الله والتعلق به ورفع الظلم عن العباد إذا رفعنا الظلم عن الناس في حياتهم في أقواتهم للتاجر الذي يحتكر ويظلم الناس في قوتهم وفي أسعار البضاعات ومعايش الناس وأقواتهم نقول الله اتق الله وارفع الظلم ولا تظلم واتق دعوة المظلوم وإلى كل من يظلم جاره وأخاه وبنته وأسرته نقول للجميع اتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروا الظلم فإن عاقبته وخيمه الله يملي للظالمين ولكنه يأخذهم أخذا شديدا بعد ذلك إخواني وأحبائي ينبغي علينا جميعا أن نعود إلى الله وأن نعمل نحن جميعا على رفع الظلم وأن نتناصح في رفع الظلم لأننا إن سكتنا عن ذلك فإن لنا وزرا من هذا الظلم قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ينبغي أن لا نؤيد الظالمين على ظلمهم ينبغي أن نجهر بنصحهم وكف يدهم عن ظلم الناس كائنا من كانوا قادة كانوا أم أفرادا أم وجهاء أم غير ذلك حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بلطفه وأن يبعد عننا الظلم وأن يجنبنا المظالم إنه سميع مجيب وأن ينصرنا على الظالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي وقد تبعون لسبيل اشتركوا في القناة قبل